السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم المجلس مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز ومولانا الحبيب فضيلة الشيخ خالد الجندي السلام عليكم الشيخ خالد وعليكم السلام ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته عندنا في القرآن الكريم سورة الأنبياء شيء عظيم طبعا وعندنا سورة المؤمنون نعم عندنا سورة المنافقون نعم عندنا سورة الكافرون كمان اه لا مش شيء غريب يعني بعدنا صورة الكافرون وأنا صعيد جدا أن دي اسمها صورة الكافرون اللي هو أعلى درجة من درجات البعد عن الله وكل اللي جون فيها ست آيات خد بالك وكل آية فيهم برعاً ثلاث كلمات بس إيه منهج القرآن الإبداع القرآني أنه يجيب صورة اسمها صورة الكافرون يبقى معنا ذلك ده موجود في الدنيا ده موجود في الكرة الأرضية وموجود في المجتمع دي سنة من سنن الله الكونية يبقى لازم في الأرض فيه كافر لأنه لو ما فيش كافر مش حبقى فيه مؤمن أصلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمتاً واحدة مش هيحص أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين عشان كده بضضيها تتميزوا الأشياء مش هنعرف إن في حاجة اسمها إيمان إلا لو وجد كفر إنت مش هتعرف طعم الشاهد إلا لو وجد طعم آخر آه طبعاً طبعاً لن تعرف طعم الملح إلا زدوط الحلو ما تعرفش طعم الخشاب إلا لما تبقى صايم الأول فشوف المعنى العظيم ده بيقولك إيه قل يا أيها الكافرون هنا بقى فيه حاجة عفزينه وقف عن ده بقى لأنه محتاجين شوية تعريفات يفضل الشيخ رمضان نعم بالذات الكلمة دي عامة بها البلاء قل يا أيها الكافرون لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا أيها الكافرون يبقى الأمر يحتاج إلى أن الكل يعرف آه كلمة قل دي تدل على بلاغية الآسورة والنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها كما هي قل يا أيها الكافرون مالشي يا أيها الكافرون يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحزف كلمة من القرآن آه آه بس المهم عندي إيه؟ أني بتلاحظ كلمة تقول معناها أن الكلام ده لازم يتقال لازم يتقال لازم يتقال لازم الناس تسمعوا يقال هنا ويقال هنا عشان الناس تبقى عارفة إحنا عبنا أن إحنا ما عملناش كده ما عرفناش معنى الكفر للناس وبالتالي الكلمة مع الوقت تحولت إلى شتيمة وهي مش شتيمة صحية نركز بقى معايا يعجبوا الزراعة ليغيض بهم الكفار ما تقفصش على الجسور تعالى أن تقولها من البداية يلا لازم نرتبه للناس يلا كلمة كفر معناها غطة نعم وحتى في اللغة الإنجليزية كفر كفر سي أو في إي آر كفر يا سلام عليكم أي خدمة يعني يا سنة كل واحد وعلامه أنا وبالغة الفرنسية كفرية يلا يلا تمام فأنا عاوز أقول لحضرتك أن كلمة كفر كلمة كفر يعني غطة والدليل على كده عشان الناس تبقى فاهمة أن الفلاح بيحط البذرة في الأرض وبيردم عليه بيغطيها يعني كفر الحب يبقى كفرها أي غطاها لذلك الحتة اللي فيها فلاحين بنسميها الكفور والنجوع وبنون كفر الشيخ والفلاحين الكفار والفلاحين الكفار الكفار هنا مش الكفار عقيداتا أي الفلاحين الذين يكفرون البذور يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أهيجات كده في القرآن مثلا غيث أعجب الكفار نبات لما الزراع يعني أيها طبعا من ضمن معانيها كده يبقى معنى ذلك أن كفر الشيء بمعنى غطة ما ينفعش إنها نغفل معناها اللغة وإذا ما عملنا كده الذي نقول معناها اللغوي وبعد ما بنقول معناها اللغوي أيها السادة الكرام لقينا إن معناها انتقل إلى الأفكار لو أنت بتتكلم كلام أنا كفرته يعني غطيته وأنكرته لو أنت مديني حاجة في جيبي أمانة قلتلي حطني دي معك لحد ما أخدها تاني وأنا قلتلك لا ما أخدتش منك حاجة إيب أنا كفرت عملك أو كفرت حقك وبالسالي هتلاقي بقى فيه كافر بالقيم الإنسانية وكافر بالمبادئ وكافر بوجهة النظر الأخرى وكفران العشير نعم يكفرن العشير مش كده كلام صحيح قالها عن بعض النساء ولا لا صلى الله عليه وسلم فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي مش هنخب سعيه مش هنغطي سعيه وما يفعله من خير فلن يكفروه يعني مش هغطي على حقك اللي هتاخده يوم القيامة حقك هيظهر لك مش هنقولك لا أنت ما عملتش لا ما حصلش يبقى إذن كفر الشيء خلص شبعنا منها وعرفنا معناها إنه غطاه وإذن الإنسان لو غطى على حق الآخر أو معتقد الآخر اسمه كفر بما يعتقد أو كفر بما قال أو كفر بما اتجه إليه أو كفر بمعتقده إيه المشكلة في كده يبقى إذن إحنا لازم لو أنت بتكلم واحد صاحبك غير معتقد في كلامه تقدر تقوله أنا كفرت بمعتقدك أنا كفرت برأيك اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك أنا بقولها على طول دي والله يا شيخ رمضان صحيح عما أكون وثق من نفسي أوي ورايح مكان أخاف إن ربنا عز وجل يعني اللسان ده في أي رحزة أيوة فأقول له يا رب أنا كفرت بنفسي وأمنت بك لو أنا رايح عشان أخلص ورقة من حد مهم ولا بتاعه كده ولا طلب أقول اللهم إني كفرت به وأمنت بك لأن ربنا بقول أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلازم تبقى تعلن براءتك من غير الله أنت تعرف إن الكفر ده هو بوابة الإيمان طبعا ربنا بيقول لا إله إلا الله لا إله دي كفر إلا الله ده إيمان صحيح يعيثبات لله نفي وإثبات لكن أعظم يكفر بالطاغوت أيوة ويؤمن بالله أيوة يكفر الأول هو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لنفصام لها خذوا بالك الآية دي جاءت بعد أعظم آية في القرآن آية الكرسي بعد آية الكرسي في القرآن الكريم فمن يكفر بالطاغوت لحد قال ولا أدوح الذهما وهو العلي العظيم لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لنفصام لها والله سميع عليم يبقى لازم لما نتعامل في قضية الكفر والإيمان لازم يكون وقعيين إحنا دلوقتي بنحرر المصطلحات تحرير المصطلحات إن كلمة كفر معناها أنكر معتقد الغير بالضبط فأنا لو قلت ولذلك قلت إيه قد كانت لكم أسوات الحسنات أسوات في إبراهيم والذين معوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم شوف الأسوة الحسنة وهو لك أسوة حسنة ويقولوا كفرنا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العدوات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا يبقى كلمة كفرنا بكم دي معناها أنه انقطعت بيننا وبينكم أواصر التفاهم في العقيدة خلاص العقيدة بتعليكم خليكم زي ما هي وإحنا أخلينا زي ما هي منش هنقدر نختلط ببعض في العقيدة يعني يعني عقيدة حفظ المتمسك بيها وإنت عقيدتك تمسك بيها الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبيقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يبقى محدش كلمة كافر دي ما كانتش بتستخدم كوسيلة سب إنما ده تصنيف عقائدي تاني تاني ده تصنيف عقائدي زي ما تقول ده أبيض اسود ده شعبي كذا ده شعبي كذا ده أمت كذا دي جامعت كذا فكلمة كافر الكافرون يعني المجموعة التي تنكروا ما تؤمنون به إحنا في نظرهم إحنا كمان كافرون لأننا نكفروا بما يعتقدون بمعتقدهم نعم صحيح يبقى هم يكفرون بمعتقدنا ونحن نكفر بمعتقدهم إنما عندنا سؤال ملح وهم جدا أيوة هل يرتب كفر واحد من الناس لي أي حق عليه بمعنى يعني عشان قبلت واحد كافر هل يحل لي إن أنا أغتصب مراته هل يحق لي إن أنا أغتصب بنته هل يحق لي إن أنا أتحرش به هل يحق لي إن أنا أخد فلوسه يعني أقول أموالهم غنمة لنا طبعا هنا بقى المهم جدا نعلم الناس الحتة دي إنه افترض إنك قبلت كافر افترض إنه هناك إنسان كافر ليس لك أي حق عليه ليس لك أي واجب عليه ليس لك أي حق في متارضته أو قتله أو تصفية دمه يا شيخ خالد النبي عليه السلام كان يحارب اليهود يهود خيبر نعم وفيه غلام اسمه أسلم أسلم أمام رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم وكان هذا الغلام يا حضرات كان بيرعى غنم لواحد يهودي نعم اللي إحنا بنحاربهم نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له روح ود الغنم لصاحبها قال له طب أنا لو رحت له يا رسول الله مش هيرجعني مش هيرجعني إن أنا أمنت بك قال له طب خلاص أخرجها خارج المعسكر معسكر المسلمين وهش عليها وارمها بحصيات وربنا حيوصلها لصاحبها دي أمانة مش بتاعتنا في يوم الهجرة هل النبي عليه الصلاة والسلام كان صادر أموال الكافرين اللي كانوا مخبينها عندهم مع مين بقى مع مين مين أموال الكافرين دول مع سيدنا النبي أيوة اللي هم عملوا فيه إيه للطهدو أيوة وفي حالة أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وقفين عشان يقتلوه مش قده يعني هم على باب بيته عشان يقتلوه يعني يا جماعة إلى أي مدى لابد أن نعي هذا الأمر ولم يقل النبي يعني هذه فرصة خلاص أخذ الأموال دي تم حدش له عنده حاجة واللي يعملوه يعملوه لا مخصالش صحيح الأمانة أمانة والقيم قيم قد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانه يعني ما جيش بقى أقول المعاملة بالمثل لا طبعا كل قناء بالذي فيه ينضحه ما ينفعش ما ينفعش مسألة المعاملة بالمثل ما ينفعش لا بد أن نحترم سنة الله في خلقه صح ولا لا؟ كلام جميل سنة الله في خلقه يعني احنا بنتبح الخروف ربنا خلقه كده ينفع تبح الحمر لا لا بيحصل يعني ينفع يقوم الحمر ما ينفعش احنا اكتشفنا من صفحات الحوادث ان احنا ضربين لنا بالصالة على النبي كده السنة اللي فاتت باس بتاع الفين حمر ولذلك تلقى بعض الناس ماشي بينفر نسأل الله السلامة يبقى احترم وسنة الله في خلقه انت عايز تقولنا هنا يا شيخ خالد في هذا المعنى ان الكفر ده تصنيف تصنيف عقادي عقائدي اه انما انما لا يعطي مش سبة لا مش شتيمة اه مش شتيمة لانه انت اصلا بيقولهم في الاول قول يا الكافرون يعني يوسيل التفاهم بين دلهم اه يا فلان يا فلان نعم تعال انت فاهم وبعدين بيقولهم لكم دينكم ازاي بقى في اخذ الصورة بقول لكم دينكم وليا دين يا راجل انت اما اللي بتعتبروها شتيمة ليه او يعني واني زي يقولك ايه لا انت بتكفرني لا لا وقال ايه بقى يا شيخ خالد دين ودين دينكم وليا دين وليا دين دا دين ودا دين لا انا باستغرب يعني خد بالك برضو في حاجات ده مش كافرون بس اللي واصلت شتيمة دي بقت مثلا كلمة زي ايه شيخ رمضان ما هو اليهود وليهود سبا اه ابدا لا لا في كلمة كلمة كده يا بني ادم اه يا بني ادم يا بني ادم خده زينتكم انت انتهى لوحد كده اقوله خد هنا يا بني ادم ليه لا سود والله يعني انت بتكلمني كده رايه انت فكر نفسك مين اهون تل ستين بني ادم الله في ايه يا عم في ايه اعتبرش تيمة كلمة امك احنا النهاردة كلمة حساسة لدرجة اني ممكن تطير فيها رقاب يعني ممكن اقول لك واحد يقول له ايه ازاي والدتك اقول له ربنا يخليك يا رب تكون والدتك بخير ازاي امك تعال اقول له ازاي امك اقول له احترم نفسك من احق الناس بحسن صحابة يا رسول الله حديث متفق عليه قال امك اه قال له والدتك اه قال له طانت موحجة تجنن بينه بينك فاحنا علشان نفض الاشتباك اللي موجود عند بعض الناس في المجتمعات نقول لهم كافر معنها ايه صح ولا لا صح يا ونداء القرآن للآخر شوف ده نداء رقي جدا شوف الحوار يا شيخ خالد الحوار انك تتحاور مع الآخر اصلا هو موجود معك في المجتمع صح ولا لا انت ما بتعملش صدام مع الناس طب بص بص انا اثبت لك المسألة في شكل عملي هو بيقول ايه قول يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم ايه عبدون ما اعبد يبقى احنا الاتنين ما بنعبدش معبدات بعضينا صح في تكافؤة يبقى احنا بالنسبة لهم كافرون زي ما هم بالنسبة لنا كافرون ناخد فاصل ونواصل فاصل ونواصل ورجعنا لكم مرة تانية عزائي المستمعين والمستمعات ولقاء عظيم وجميل ولطيف وحساس جدا شائك اه شائك في الكلمة التي ظلمت بس وانه ليسير على من يصره الله عليه هو عاوز انا حلق عاوز ناس فهيمة بصراعة يعني فعلا ايه يعني انا بقول لحضرتك لو انت مسكت مراية لها واجهين اللي بيبص في المراية دي شايف اللي ناحة التانية يقول لي بصص في المراية التانية من الناحة التانية شايف اللي في الناحة التانية يعني احنا الاتنين متكافئين في زاوية النظر فلما يقول قولي ايه الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد يبقى فيه تكافؤ في الفيو في النظر في زاوية النظر هو بصص لي زا بنا بصص لي هو شايفك بطريقة نفس اللي انت شايفه بيه هو شايفك كافر بما اعتقد نفس اللي انت شايفه بيه وانا شايفه كافر بما اعتقد ثاني هو شايفني كافر بما اعتقد وانا شايفه كافر بما اعتقد وبالتالي طالما الفكرة متوازية بيني وبينه يبقى تقدر تقول انها شتيمة لا استحالة فليه احنا بنستخدمها كما لو كانت شتيمة ولكنت لا هي مش شتيمة ولذلك يا اخي سبحان الله لما يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم ان الله هو المسيح ابن مريم معناها لقد انكروا معتقدكم وبالتالي احنا بننكر معتقدهم بص خد بالحضرتك مش معنى مش معنى مش معنى اننا لا اعتقد في رؤيتك السياسية ان انت عدوي مش معنى اننا ما بشجعش النادي بتاع حضرتك احنا بقينا تفهين لا لا شوف اسلوب النبي عليها الصلاة والسلام لما يقول لهم يا قوم يا قوم لا تسألون عما اجرمنا شوف الادب الرقي عما تعملون ما قالش تجرمون وشوف الادب الرقي لما بيقول في كتاب الله عز وجل بنص الاية القرآنية وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين تخيلوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الكفار يقول لهم بصوا احنا واحد فينا صح واحد فينا غلط واحد فينا واحد فينا مين الواحد بقى ما لومش انا اللي صح وانتو يا كفا مش اسلوب حوار مش هتوصل لحاجة لا وبعدين يا اخي انا انا عاوز افهم احنا ما بعثنا للحكم على الناس ده ربنا قال للنبي لست عليهم بمسيطة لست عليهم إن عليك إلا البلاغ فإن أعرضوا ايوة فما أرسلناك عليهم حفيظة ولا تقول ده نجيبه من أفاة لا فما أرسلناك عليهم حفيظة إن عليك إلا البلاغ فقل لي عملي هو لكم عملي ناعدين مرة والشيخ بيعلمنا وبعدين بقول يا شباب خطبة الجمعة لازم تبقى سيارة من فقه الرجل قصر الخطبة ده النبي عليه الصلاة والسلام خطبته لا تتجاوز سبع دقائق يسروا على الناس فواحد قال له إزاي يا مولانا واحد من التقال إزاي يا مولانا ده بيجيليش الله مرة في الأسبوع ده أنا أمسك ما سيبوش ما سيبوش قبل ساعة لازم أزبطه لازم يتربقوا اللي خليفوه قال لي يا ابني المأموم أسيروا الإمام ففكوا أسرة آه خلاص أسيري بسط أنا أسيبه ده أنا بسدأت لقيت ودنت سمعت يبقى قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا بما يتعبدون يبقى قل يا أيها الكافرون دي أسلوب من أسليب النداء اللطيفة العظيمة الجميلة الرقيقة التي ينادي بها القرآن والآخرة نعم يعني ما فيش هنا نوع من أنواع التعالي ولا الاستعلاق يا سيدنا يا أخي والله النبي ما عمل معه خصومه اللي الناس بتعمله مع بعض ياخده بعد غزوة بدر كان الأسرة سبعين فسيدنا عمر بن القطاب قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمر يخطب وينزل بيانات ضدك ويهجوك يا رسول الله انزع ثنيتي صار لسنانه الأدامانية دي يندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا قط ورسول الله يقول لا يا عمر لا يا عمر لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا اللهم صلي عليك يا سيدنا مش إحنا لنعمل كده يا عمر عليه الصلاة والسلام مش إحنا لنعمل كده صلى الله عليه وآله إيه ذا الكرم ده يا شيخ رمضان يعني حتى عمرك سأريت في السيرة أو في كتب السنة إن النبي طلع كلمة من بقه عشان يشتم بيها يقول له ما بعثت سبابا ولا لعانا ولكن يا رسولة رحمة للعالمين يا رجل ده حديث صحيح المسلم قيل يا رسول الله أدعو أدعو على المشركين أدعو عليهم يعني مجرد أن يدعو عليهم يقول إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة بنلاقي في مجتمعاتنا النهاردة نسأل بيتقربوا إلى الله عند الكعبة إنهم يدعو على بعض يدعو على بعض لرؤة سياسية بقول لك يدعو دي ده مؤدبين قوي ده مؤدبين قوي طب أنا أقول لك هو شوفه في رمضانه افتح الفيسبوك وشوف الشتيمة بتاعة الإخوة المسلمين الصائمين معقولة والله العظيم لا الشتيمة من قلبك عباء الشتيمة والليه بقى لإني خلت قلوبهم من الإيمان وخلت أجوافهم من الطق ونطقة ودي المشكلة اللي احنا عشان فيها أهو يا مؤمنين ياللي بتقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أدي صورة الكافرون بتقولك اتعامل مع الناس إزاي آه لا أعبدوا ما تعبدوا طب نيجي بقى في حتة فنية هنا لطيفة جدا قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون أعبد ده فعل مضارع الفعل يفيد التغير ولا الثبات مضارع أيوة بس طالما فعل يا شيخ رمضان يبقى على طول يفيد التحول والتغير يعني ممكن يبقى يبقى ماضي ممكن الفعل بيتغير طالما فعل إذا فلان يعقل بعد كده قال ولا أنا عابد في المستخدم ده بقى اسم شو بقى يبقى عابد ده اسم اسمه اسمه فاعل آه دائما دائما الأسماء تفيد الثبوت معيني عليك عشان كده بنقول الحمد لله رب العالمين بنقول شي نحمد أيوة أيوة الحمد لأن الاسم يفيد الثبوت يفيد الثبوت نعم والاستقرار والديمومة لا أعبدوا ما تعبدون آه طيب طيب يبقى معنا ذلك أخد بالك هو النبي عليه السلام ما قالش لا أعبدوا من تعبدون آه ما 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 لغير العقل ما لغير العقل شوف شاملة بقى فاكر في سورة الكهف آه سورة الكهف كانوا بيتعاملوا مع ناس بيعبودوا ربنا وبيعبودوا أليها أخرى آه فرحوا قالين إيه وإذي اعتزلتموهم وما يعبدون من دون إلا الله وما يعبدون إلا الله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأقووا إلى الكهف صحيح طب هنا قالوا إلا الله ده الاستثناء ده ليه لأنه الله ده مش حادر أعتزله أنا أعتزل الأليهة التانية أوكي ده مفيش كلام فيه إنما أعتزل الله رخر ما نفعش يعني واحد بيعبد ربنا وبيعبد معه عشر أليهة تانية عشر أليهة مزيفة آه فأنا بقول له أنا أعتزل أليهتك إلا الله ما قدرش اعتزل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله هو عد راح اسمه حسين راح يتفوض مع النبي مرة يقول له يعني تاخد كم وتسبك من الإسلام فالنبي قال له يا حسين كم إلها تعبد قال ستة في الأرض وواحدا في السماء نص المنتخب يعني فالنبي عليه السلام قال له طب إذا أصابك شيء من تدعو قال الذي في السماء يا محمد قاله إن قطع المطر من تدعو قال الذي في السماء يا محمد قال يستجيبوا لك وحدة أم يستجيبون لك قال يستجيبوا وحدة قالوا يا أخي يستجيبوا وحدة وتشركهم في العلاج لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أسلم فإن أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك قال له أشهد أقول لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يلا علمني الكلمتين قال قل اللهم أعذني من شر نفسي وألهمني من أمري رشدا آمين يا رب الله يا شيخ رمضان جميل الحديث وجميل وحديث طعم كده عارف حديث يدخل إلى ثنايا القلب فيرطم خلجات الفؤاد حلوة خلجات الفؤاد أنا أردتها كده الحقيقة يا سلام على القرآن وجمال قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون طيب لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ده في المستقبل أيها بالضبط كده يعني حتى مش هيحصل في أي وقت أقول أنا حفظها لولدنا ولا أنا عابد ما عبدتم أقول له ولا أنتم عابدون ما عبدوا أقول لي أنا أولتها مرة قبل كده دول زمانين مختلفين ده أنت عارف السورة دي من أسباب تحريم الخمر آه آه أيها صح لما صلوا قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدوا شوفت رح شايد لا قل يا أيها الكافرون بدلا يقول لا أعبدوا ما تعبدوا الإمام حضرات هو بيصلي بالصحابة قال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدوا كان قبل الخمر ما تتحرم كان يجوز إن الإنسان يكون داخل على الصلاة السكران قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار أنتو هتغرقوا نفسك ودلوقت حتى تعلموا ما تقولون أيها فكانت دي الآية ورغم كده سيدنا عمر قال إيه بربك يا رسول الله انظر لنا فيها أمرا شافية يا سلام شوف هو الجميل في التشريح الإسلامي إنه جاء في مجتمع كان مش بس بيشربوا الخمر وكانوا بيعتمدوا عليها في الاقتصاد بتاعهم مش كده نعم طبعا إنه يوصلهم لمرحلة من التهيئة إنه هم يطلبوا البيان الشافي ويقولوله إحنا جاهزين يا رب قلنا نعمل فيها إيه الله شوفوا التشريح الجميل صحيح أنت لازم لازم ما نخليش ولادنا يصطدموا مع التشريح يا شيخ خالد ولذلك النبي عليه السلام قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء وإيه سابع ابدأ مرنه مرن 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 إمتى تبدأ تعاقبه عليها عشر يكون عندك صبر أي صبر وحدة وحدة أنا عاوز بك تاخد بالك بقى إيه يلا إنه فيه كلمة اسمها العبودية العبودية دي تلت عناصر لو اختلى منها عنصر لا تتحقق لا تتحقق العبودية أول عناصر هذه العبودية طاعة الأمر تاني عنصر اجتناب النهي أيوة تالت عنصر الرضا بالمقدور لازم عشان تكون عبدي لله تطعم ربنا سمينا وقطعنا وتترك النواهي لربنا ينهاك عنها وتالت حاجة إنك أنت تصبر على مقدور الله عليك سبحانه وتعالى نعم إنما اللطيف كمان إنه رح أيل إيه في الآخر لكم دينكم وليا دين يعني معنى ذلك إن القرآن بيعترف إن فيه أديان أخرى ولكن القرآن يعرف إن الدين إن الدين عند الله الإسلام صحيح إنما في الدنيا عند الله عند الدين عند الله الإسلام لكن عند الناس عند الناس لهم أمور أخرى يبقى لما يقول لكم دينكم وليا دين بيفصح المجال للاختلاف الإنساني في الأديان سبحان الله يا جماعة اعترفوا إنه فيه أديان تانية موجودة على الأرض لأن ربنا نفسه قال لك فيه أديان تانية موجودة على الأرض لست وحدك لست وحدك يوم الإيامة بقى وما يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الأخرة من الخاصرين إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة اتركوا الفصل لربنا سبحانه وتعالى احنا في هذه الدنيا شركاء في الإنسانية نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عنا اللهم أمين شكر الله لك يا شيخ خالد ونترك المجال بقى في الفقهيات بقى إن شاء الله مع أستاذنا الدكتور سعد الدين هلالي بعد ذلك الفاصل الفاصل أعزائي المستمعين رجعنا لكم مرة تانية في هذا البرنامج الجميل اللي احنا بدي نتعلم منه كلنا برنامج المجلس على راديو تسعين تسعين لأنه معانا فقيه الحقيقة له وزنه وله احترامه أستاذنا الكبير الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأصغر أهلاً وسهلاً يا أستاذنا يا دكتور أعزكم الله وبرك الله فيكم وكل سنة وسيادتك طيب وكل المستمعين وصعد بخير وانت بألف صحة وسلامة الحقيقة أنا يعني عاوز أقول أن قضية الكفر والإيمان اللي تتناولها سورة قولي يا أيها الكافرون أو سورة الكافرون هي قضية الساعة أو تقدر تقول قضية القضايا أو قضية التصنيف العالمي النهاردة الحقيقة الناس ما بقتش تصنف بعضيها ده منتج وده مش منتج ده متعلم وده مش متعلم دوت مشارك في الحضارة الإنسانية وده مش مشارك لا ده بقوا يصنفوا بعضيهم على ده مؤمن ده كافر ده نصراني ده مسلم ده مؤمن ده يهودي ده الكلام العجيب اللي ننتشر في وسط المجتمعات وإحنا عوزين نعالج القضية دية هل الإسلام لما بيقول قولي يا أيها الكافرون ده بداية تراشق لفظ بالكلمات ده بالعكس فهتكريم طب أنا عايز قبل ما أقول التكريم ده أقول يجب أن نحن نتعامل بمصطلحات إيه بدل ما نتعامل بمصطلح ده مؤمن وده كافر خلينا نتعامل بمصطلح ده ظالم وده عادل خلينا نتعامل بمصطلح ده صالح وده طالح خلينا نتعامل بمصطلح ده معتدي وده معتدي عليه خلينا نتعامل بمصطلح ده ظالم وده مظلوم هي دي المصطلحات اللي يجب أن تكون بنا من أجل أن نتعامل على ضقها لكن بالله عليك لو تعاملنا بمصطلح هذا مؤمن وهذا كافر إيه النتيجة؟ المؤمن مش له الجنة والكافر له النار طيب الجنة والنار في الاخرى ولا في الدنيا لكن في الدنيا في محكمة المحكمة بتعمل ايه بتدي حق المظلوم وبتنصر المظلوم من الظالم اذا نتعامل بمظلوم وظالم اذا نتعامل الدنيا بتدي شهادة التكريم للصالح وتقول الذي يفسد في الارض انت لا انت منبوز في الارض اذا نتعامل بي عبارة مصلح ومفسد ما نتعاملش بي عبارة مؤمن وكافر نسيب القفر والايمان لله لأن ربنا أمرنا بكده إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابقين والنصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد والصورة اللي بين إيدنا النهاردة بتقولين إيه؟ قل يا أيها الكافرون بالله عليك لا تقف عند كلمة يا أيها الكافرون في اللغة عربية ده متكريم ولا إهانة طب تعالى شوف بقى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع شوف التعبير يبقى برضو تكريم للناس ولا إهانة ما قلت قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع تكريم ولا إهانة تكريم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس ده أيضا تكريم للذين هادوا ولا إهانة طيب يا أيها النبي لما تحرموا أحد الله شوف يا أيها النبي تكريم ولا إهانة طب تعالى شوف يا أيها الذين من قتب عليكم الصيام تكريم ولا إهانة شوف تكريم يا أيها يا أيها لا أيها كمان تكريم ببعش تكريم إذن لما كان هذا التكريم بنكرم الإنسانية ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا قل من يرزقه من السماوات واردك لله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضايم مبين قل لا تسألون عما أشرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع ربنا ثم يفتحوا منهم الحق ويفتحوا العليم شفت ربنا بيقول لنا إيه في الخطاب مع الآخر نعمل معه قل لا تسألون عما أجرمنا إحنا اعتبرونا مجرمين ولا نسأل عما تعملون مش هنسميكم مجرمين شفت الرقي في الخطاب مع التعامل مع الآخر شكله إيه عشان كده بنقول لازم العلاقة في التعامل الإنساني تتعامل بمصطلحات إنسانية وتترك المصطلحات الدينية لصاحب الدين وهو الله عز وجل لكن آه رأيك اللي فيه وروجة نظر كنت سمعتها مفضلتك ومن بعض أهل العلم وهي لها كل توقير إن الكافر معناه منكر فأنا منكر من وجهة نظر فلان وفلان اللي أنا منكر بوجهة نظره هو منكر بوجهة نظري إذن هو كافر بما آمنت به وأنا كافر بما آمن به صح؟ أيوة بس أنت ما كفرتش بيه ولا هو كفر بيك لا ده هو كفر بمعتقدك أيوة وإنت كفرت بمعتقده إذن أنت آمنت به كإنسان موجود على وجه الأرض ولا أنت ما أنتش شايفه لا شايفه جدا إذن بتحترمه ومتعاون معه إذن إنسانيا بتحترمه وهو كذلك هو مؤمن بيك كإنسان بس مش مؤمن بعقدتك فإذن هو أنكر وكفر عقدتك ما أنكرش وكفر بيك يعني هو بيحتمل موجودك العجيب أنا عاوز أعرج على كلامك إحنا مختلفين في كل شيء أيوة وقبلين هذا الاختلاف يعني أنا ممكن زوءك في الألوان غير زوءي في الألوان أنت بتشجع نادي أنا بشجع نادي تاني أنت بتحب أكل معين أنا بيحب أكل مختلف تماما وقبلين بعض على كده أيوة وبنحب ونحترم بعض على كده وبنتغاضع عن اختلافنا في اللون واختلافنا في الجنس واختلافنا في السن واختلافنا في المؤهل العلمي واختلافنا في الأوضاع المادية واختلافنا في الظروف العائلية لا 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 واختلافنا فيه كمان في طرق العباد سيادتك بتجمع الظهر والعصر سيادتك بتفطر في السفر وأنا ما بفطرش مسر فأنا عاوز أقول عندنا اختلافات عندنا حتى في الحج ثلاث صور للحج ثلاث صور وثلاث أشكال في الحج كلنا بالحج بوفد واحد وسيادتك مفرد والتاني قارن والثالث متمتع كلنا متفوتين ومختلفين اهو يعني اذا كلنا بننكر ما يفعله الاخر بس ما بنكفرش بعض هنا بقى اللغة او الفكرة اللي كان البعض بيذكرها وهي عايزين نهول من كلمة الكافر انا كافر بيك وانت كافر بي انا اسف انت بتاش كافر بي انت كافر بمعتقدي ما انتش كافر بي وانا كافر بمعتقدك انا مش كافر بيك في فرق بين كافر بيك وكافر بمعتقدك اذا المعتقد الفكرة يعني أنت مع تهويل باللام الكلمة ولا تهوين بالنون الكلمة لا الكلمة لها هول كبير بس في الآخرة وما لهاش أثر في الدنيا وإحنا نتعامل في أمر الدنيا لا طب هنا بيقول قل يا أيها الكافرون هل الكلمة ده يقصدوا منها شتمتهم قل يا أيها الكافرون ما كانش يقول في الآخر لكم دينكم وليا دين يبقى المفروض لهم لكم دلام الملكية يبقى نهون ولا نهون بقى من تحيرتني لا من الزاوية حسب الزاوية هننظر إليها أنت هتهون لو أنت هونت وقلت خلينا انبسط المسألة ونقول لبعضنا كده أنت كافر بي وأنا كافر بيك لا هو أنت كافر بالشخص بالمعتقد قد كان لكم أصوات الحسنة في إبراهيم ونزيل إذ قالوا للقومين إن برآ منكم مما تعبدون من دون إله كفرنا بكم أي بمعتقدكم لا لاحظة الآية جات كده لازم تفهمها صح سبحان الله العداوة والبغضاء هتأتي بالأشخاص لو أنت بقى أنكرت وجودي يا مولانا هتحربني ولو أنا أنكرت وجودي أحربك لكن لو سيادتك احترمت وجودي وأنا احترمت وجودك واحترمت إنسانيتي وأنا احترم إنسانيتك إذن الفرق بيني وبينك أو الإنكار إنكار في الفكرة في المعتقد أنت علمتنا قبول وجهة النظر الأخر طبعا أنا رأيي أنه التهوين بالنون الكلمة وإنها تبقى من الكلمات المتداولة حنفكك الكلمة من تفخخها حنفكك الكلمة طبعا يا رأيك لو جبت لك وجهة نظر تانية احتمال فضلتك تقبلها طب بس أشرح وجهة اللي أنا نظر بولها ما أنت وضحته أنت عايز تقول لما نبسط مسألة التكفير أنا كافر بمعتقدك وأنت كافر بمعتقدي يلا ما نزعلش من كلمة هذا كافر وده كافر الكلمة دي بس أنا بس أنا عاوز وصل للسادة بينا كلنا كفار يا مولانا طب استنى هاديك وجهة نظر تانية أجمل لا 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 أما كمل بس في سورة البقرة بعد آية الكرسي قال لا اكرهها في الدين قد تبين الرجد من الغي فمن يكفر بالطغوط ويؤمن بالله يبقى إذن هنا الكفر بوابة الإيمان الكفر بوابة الإيمان مفيش أي مشكلة طالما لا يرتب ليك حق أنك تشتمني أو تنتهك عرضي أو تاخد مالي معلش يا سيدي أقول عليك كافر مش هيقلقني الكلام ده ولا يضرني ولا يقيم عليها وجهة نظر جميلة بس هذه الوجهة النظر قائمة أو قاصرة على من كفر بالله عز وجل على المعنى اللغوي ماشي تعال بقى شوف صحيح تعال بقى نشوف بقى وجهة نظر تانية فضل إيه رأيك في من يعني يؤمن بملة أخرى سماوية أنت ترى هذه الملة من وجهة نظرك غير صحيحة وأنت مش مؤمن بها وهو آمان بها طب إيه رأيك لو خدت الوجهة النظر التانية اللي هي إيه اللي هي أنا مؤمن بشريعتي وهو مؤمن بشريعته أنا مؤمن بملتي وهو مؤمن بملته إذن كلانا مؤمن بدل ما تقول كلانا كافر يعني الفكرة الأولى اللي فضلتك ذكرتها هي كلانا كافر إذن نتقبل بعضنا عشان كلنا كفار أيها طب خد المعنى التاني كلنا مؤمنين أنا مؤمن بوجهة نظر بمعتقدي وهو مؤمن بوجهة نظر بمعتقدي كلنا مؤمنين فلو كان كلنا مؤمنين أليس هذا برضو من ضمن ما يجمع الناس مع عضوهم وبعض؟ انا في اعتقادي انه فيش ايمان خالص ولا كفر خالص خلاص سبها لله او نعمة بالله يعني انا عاوز اقول ايه انا علشان اؤمن بفريق بشجعه في الكورة لازم انكر كافر هنا معناها انكار لازم انكر النادي تالي ده صحيح هي مخالفة هي المخالفة انا اخالفه لانو فرن يخالفني بس المخالفة لا تجعل هناك عدوة بين نص وعضين انت تعرف حضرك زي ايه زي حقول لك اهديك مثال بسيط زي كلمة يا بني ادم ايه يا بني ادم دي ربنا بيقولها بتكريم يا بني ادم خوزوا زيناتكم عند كل مسجد يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسة يواري سوقاتكم وريشة احنا النهاردة لو جدت وليه واحد خد يا بني ادم حيخدها بمعنى الازدراء وبمعنى عدم الاحترام وبمعنى ده صحيح زي كلمة امك اللي بتقولها الشريعة بمنتهى البساطة قال من احق الناس بصحبات يا رسول الله قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك النهاردة لو حضرتك تقول لي واحد ازاي امك ده ممكن يدخل معاك ممكن يدخل فيك السجن صحيح يبقى احنا عبنا نا ونفذ الانسان يا انسان رغم كلمة انسان دي كلمة تكريمية اقولك انت انسان اه شوف بقى لما اقولك يا انسان تفرق وكلمة السلام عليكم لما اجاولك السلام عليكم السلام عليكم طبا برضو حتى طريقة اخراج اللفذ فاحنا اللي فخخنا المصطلح ده اللي عاوز اقوله المصطلح الكافرون او مصطلح الكفر ما كانش مصطلح مفخخ واحنا برضو اللي فخخنا مصطلح الايمان برضو ما كانش مفخخ فاحنا زي ما نظرنا الايمان القفر نظرنا دي الايمان فانا عايز اقول لكلنا مؤمنين وكلنا مؤمنين بالله الله يستمحك وكلنا كفار عايز تقول كلنا كفار كل واحد فينا يكفر التاني فالافضل احنا نقول كلنا مؤمنين انا قلت كل واحد يكفر التاني أنت عاوز تسينني أضيف تطرف قبل ممسي بالحلقة لا بس أنا عايز أقولك حاجة مهمة ترتب على هذه التهمة تهمة الكفر أحكام عملية لازم نفتحها هي إيه تصدق أن الفقهاء أو بعض أهل خطاب الديني رتبوا على كلمة الكفر والإيمان أن اللي غير مؤمن بإيملتك ما تسلمش عليه ولا تقبل دعوته ولا تشيع جناسته ولا تعوده هو مريض أربع مسائل نفسي أعالجهم مع فضلتك السلام على غير المؤمنين بملتك نبدأ بالسلام القبول الدعوة لغير المؤمنين بملتك تشيع الجنأزة لغير المؤمنين بملتك عيادة المريض لغير المؤمنين بملتك ينفع ولا ما ينفعش بالزبط تعالا بقى شوف السلام السلام له جناحين إفشاء ورد إفشاء وإيه؟ ورد الإفشاء يعني المبادرة بالسلام مصبوط طب نبدأ بإيه؟ بالمبادرة بالمبادرة المبادرة أكثر الفقهاء قالوا لا يجوز لك أنك تبادر غير المؤمن أو غير المسلم بالسلام أكثر الفقهاء يعني المفروض دلوقتي أول ما قابل بشوي نقول له السلام عليكم طب ناخد فاصل ونواصل ونشوف الأخبار إيه بس استنى قبل بقى قبل ما يقض الفاصل إن فيه قول تاني بيقول يجوز ما استنى خلينا نشوأ الناس ونتشوف الموضوع ماشي إزاي عشان نتعلم ون كل واحد يبقى في إيده لو في ورق أو ألم يبقى سلام لو تكتب أو تسجل حلقات اوعى تفوتك في برنامجكم المجلس برنامجكم المجلس ورجعنا لكم مرة تانية في هذه الحلقة المفخخة كلها ألغام يعني إنا إحنا مجينا على حق الألغام دلوقتي إنما زي ما أنتوا سمعين الموضوع بسيط جدا إحنا اللي عملنا التفخيخ ده إحنا اللي عملنا المشكلة إحنا اللي حضرنا العفريت ومش عارفين نصرفه إحنا اللي رسمنا الكبش ونطحناه رسمناه على الحطة ونطحناه زي ما عملنا كده فأنا بقول لحضراتكم تعالوا نشوف الفقه قد إيه مجاله رحب ومجاله واسع ومش معنى إنه الرأي اتقال في الفقه في مذهب من المذاهب إنه بقى رأي مقدس كأن ربنا اللي قاله وكأن جبريل هو اللي قالك عليه ما تتخضش لما تسمع رأي عنيف في الفقه الإسلامي ما تتخضش لو سمعت رأي لا يتناسب مع واقع عصرك في الفقه أو في التراث الإسلامي ما يلزمناش ده فهم بشري ده فهم فقه يصيبه ويخطئ مع حق مش مع حق يلزمه أو ما يلزموش لله ربنا حيحزبه إنما أنت ظروفك إيه أنت فهمك إيه أنت عقلك إيه هو ده اللي احنا بنتكلم فيه الله عليك بنتكلم في قضية الكفر هل يجوز القاء السلام على غير المسلم هل يجوز القاء السلام على المسيحي أو على اليهودي أو على البوزي حتى أو على أي حد أو على هل يجوز ولا لا يجوز فبنفرق ما بين المبادرة بالسلام ورد السلام بنتكلم دلوقتي نبادر ونقول لهم السلام عليكم وإنت معد عليه ولا لا فضل الدكتور سعر صحيح بشكرك أو على المقدمة دي اللي فتحت فيها باب التنافسية بين كل المستمعين والمستمعات كأنك بتقول لكل مستمع أوعى تظن إن أي رأي فقه هتسمعه حتى ولو كان قلب الجمهور إنه مقدس بلظم لازم سيادتك يا مستمع تنافس وتقول الأحسن إيه والأجمل إيه أنت شارك في التنافسية لإظهار أجمل صورة لدينك ما تخليش غيرك يطلع صورة دينك على غير قناعتك لازم صورة دينك تطلع على قناعتك بتنافسيتك واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني اتبعوا أحسن التفاسير اتبعوا أحسن الأوجه اتبعوا أجملها أفضلها أفضلها وأجملها دي ما يمتلكوش مخلوق لازم في تنافسية بين الشعب وبعضه أنت عارف الفقواء اختلفوا في حكم إفشاء السلام على غير المسلمين كم رأي رأيين أنا هجملهم في رأيين رأي بيقول دا يجوز ورأي بيقول يحرم اللي بيقول يحرم اسدل بحديث رواق المسلم عن أبي هريرة إن سيد النبي قال لا تبدأوا اليهود ولا نصارى وفي رواية لا تبدأوا أها كتابي بالسلام وإذا رأيتموهم أو رأيتم أحدهم فاضطروه إلى أضيقه شفت الصياغة جاية إزاي قال لك احنا هنتعبد ربنا الصياغة الحديثية دي فاضطروه إلى أضيقه ولا تبدأوهم بالسلام إذن مجرد إفشاء السلام وإبداء السلام مخالف لكلام سيدنا النبي يبقى حرام ببساطة كده أه ببساطة كده إيه رأيك لو أنت قرأت في مسند أحمد هتجد إن رواية رواها أحمد في مسنده إن كان سيدنا النبي بيقول هذا الحديث في مناسبة بني كورايزة اللي خلفه العهد في غزوة الأحزان وخاله النبي معركة فقال إني ذاهب لليهودي غدا ثم ذكر هذا الحديث لكن ده رواية الرواية دي تجمعها ما بين رواية صحيح مسلم وتجيب المعنى ده لو أنت بقى وقفت وتحجرت عند رواية مسلم هتوصل لما انتهى إليه الشافعية والحنبلة إني أحرم إفشاء غير المسلم بالسلام طب تعالى شوف بقى المذهب التاني اللي قال به الحنفية والمالكية نعم قالوا يا جوز يا جوز ليه؟ قال يا جوز أنت عندك حديث في البخارية مسلم تاني رواه عبد الله ابن عمر ابن العاص لما سأل سيدنا النبي يا رسول الله أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف نعم وكمان حديث رواه البخارية مسلم وكمان ده أصله في البخارية مسلم وبطول في سنن البيهقي عن أبي هريرة إن ربنا لما خل آدم قال له يا آدم اذهب إلى هذا الملأ فانظر ماذا تقول لهم وماذا يقولون لك فذهب آدم إلى هذا الملأ من الملائكة فأنطقه الله وقال لهم السلام عليكم فردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله فلما عاد إلى ربه سأله ربه ماذا قالوا لك وماذا قلت لهم فأخبره وهو أعلم بهم وأعلم بما قال وما قالوا فقال الله عز وجل يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك من أمتى من أمتى من عصر آدم من عصر آدم عليه السلام تسمى تحية السلام تحية المسلمين تحية المسيحيين تحية اليهود ولا تحية الإنسان لأخيه الإنسان الله ليه إحنا سرقنا التحية دي ونسبناها الدين وحرمنا الدين التاني منها ده دي حق ربنا جعله للإنسان ده المذهب الأولاني أصبح عندك رأيين سيادتك أخذت بالقول ده وبعدين عندك في البخاري ومسلم إن سيدنا النبي مر على أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأفشى عليهم السلام وكان فيهم عبد الله بن أبي بن سلوه قبل أن يسلم يبقى أخلط يعني جامعة مما يدول عني سيدنا النبي ما قال لهم شي أنت يا مسلم وقف ليه جنب دول مالش لا ده وقفين مع بعض أصدقاء وجيران وبعدين يا دكتور لما ربنا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنتوا إليه فين البر والقسط الآية اللي بعدها إيه إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إذن إحنا لازم نفهم ونعي هذه الآيات ونكون لنا دور لا وتخيل منظر الكوميدي لما الإسلام يصرح للمسلم أن يجاوز مسيحية ويجاوز يهودي ويدخل على المناطب ويقول هذا السلام عليكم تخيل حضرتك مثلا تخيل حضرتك يعني شيء لا يعقل شيء لا يعقل هذا الكلام يدل على توطر عقلي في ذهن صاحبه تعالى بقى شوف رد السلام رد السلام رد السلام الجمهور بيقول الرد واجب بس هو عطرد السلام ولكن تردتوا إيه وعليكم قال ليه قال لي إن حديث رواه مسلم إن سيدنا نبي يقول إذا سلام عليكم اليهود فإنما يكون لكم أسام عليكم فقولوا عليكم هو عطرد غير كلمة وعليكم هذا المذهب الأول مذهب جمهور الفقهاء المذهب الثاني مذهب الحنفية قال يجوز ولكن ده يجوز في حال لما يكون بينك وبينه احتياج لكن ما فيش بينك وبينه احتياج في المسابل يبقى لا يجوز يعني يعني إنسان انتهازي إنسان انتهازي قول لي بالله عليك شفت بقى شفت بقى أنت سيادتك لما نقشتني في حلقة من الحلقات ولما تلاقي الوقتي جمهور الثقهاء بيقول الرد واجب بس ما تقولش إلا وعليكم والمذهب الحنفي قال يجوز بس شرط يكون بينك وبينه احتياج أو انت شايف إن فيه احتياج له في المستقبل المصلحة انت الوقتي هنا هتترك كل أقوال الفقهاء واش تتركهم طبعا تتركهم ونص كل الفقههم وهتجيب رأيي تالت ولا مش هتجيب وغير مأسوف على هذه الأراء الله شفت بقى هو دا الذي كنت أنادي به لما تلاقي الأراء كلها خنائتك ممكن تترك كل الأراء وما تقولش بقى فاسأله أهل الذكر أدى أهل الذكر أدولك في المساءة ترد السلام الأراء اللي انت سمعتها لأموا أهل الذكر برضو قالوا أنه يجوز إلقاء السلام لا بس عند الاحتياج لا آسف عند الاحتياج لا حضرتك لم يأتي في تاريخ الأمة الإسلامية من يسمح برد السلام من غير الاحتياج أنا ذكرت لك كل الأقوال الفقهية أمامك اتحبست أمامها دا عندي آيات قرآنية كثيرة وأحديث أولوها يا باشا واعتبروا دا لا طب خذ بقى زي ما أنت ذكرت مسألك أنت لما هتتجوز واحدة مسيحية وده حقك باعتبار كما قررت على والمحصنات من المحصنات لدينا قوته كتاب وبعد ما تولى الصباح الخير والسلام عليكم وتقول لي دا دين لا دا مش دين دا فقه ومن حقك ترد الفقه وتقول دمراتي يا حبيبتي ما ينفعش أقول لا السلام عليكم دا سلام عليكم معناها عهد بيني وبينك السلام والأمان ليكي طب خذ بقى النقطة التانية قابول الدعوة واحد مسيحي دعاك وقال لك تعالى عندي عزومة وليمة وأنا أبعزمك على الوليمة ديك هتقبل ولا هترفض الوليمة ديك طب اسمع ماذا قال الفقهاء لفضلتك ولكل من يسأل سؤال أكثرهم قال إيه يجب قابول الدعوة يجب الله دانتو لسه أيلين دلوقتي السلام سوف التنقل هنا في قابول الدعوة الأكل هروح يجب يجب مش يجوز يجب قابول الدعوة ذهب إلى ذلك بعض الشفعية والحنابلة واستهله بحديث رواه البخارية جميعاق عن ابن عمر إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها هنا بقى قاله إيه الحقيقة عام يشمل ده وليمة مسلم وغير المسلم بعض الملكية وبعض الشفعية والحنابلة قاله يستحب ما يجبش بس قاله يستحب برضه بعض الحنفية وبعض الملكية قالوا يباح بس قالوا يباح برضه ما قالوش يحرم اللي قال يقره بعض الحناثية وبعض الملكية وبعض الحنبلة قالهم يقره خوفا من أن يقدم طعام حرام عليك يقره مش يحرم الله بمعنى يقره على فكرة القراها داخلة مع الجواز مما يدل على أن كل الفقهاء بلا استثناء قالوا يجوز ولا ما يجوز يجوز طبعا يجوز في الأكل طب وفي السلام ما يجوز طيب لا أنا متعالي كل حاجات السلام دي هي علاقة بالمنظومة الحربية العسكرية واللي كانت موجودة وقتها الخيانة والأمن بمعنى إيه كان في العرف السابق فيه خيانات فكان للأسف الحكم يطلع عام لأهل الملة وإحنا النهاردة بنطالب بإن الحكم يصدر للخائن وليس لي الجماعة ماينفعش تحكم لي على جماعة وعلى قرية وعلى مدينة بخطأ واحد منها بالضبط كده النهاردة لما واحد مسلم مجنون ولا معتوه يروح يفجر في حتة ولا بتاع في حيات أوروبا ولا بتاع يروح أقوله إيه الإسلام يدعو الإرهاب ما احنا بندفع الفاتورة دي صحيح إحنا نفسينا سبحان الله بس احنا نستهل قول ليه علشان نسبنا فعل المسلم للإسلام الإسلام وناسبنا قول الفقه للإسلام وفتجرعنا بعد كده أيوة إحنا يجب نكون أمناء وننسب فعل الفاعل لفاعله لفاعله وقول القائل لقائله لكن ننسب هذا الإسلام لا حكم تشريع الجنازة تشريع الجنازة جمهور في قابول يجوز تشريع الجنازة غير المسلم وقال ده في حديث من عز مصابا فله مثل أجر ولكن بعض المالكية وبعض الحنبلة قالوا يكره إلا إذا رغي إسلامه لأن استنادا للقياس لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام على السلام وأما عيادة المريض فانتعرف أن فيه الإمام البخاري رضي الله عنه له باب اسمه باب عيادة المشرك وذكر في هذا الباب حديثين حديث الأولاني إن سيدنا النبي زار الصبي اليهودي الذي كان يخدمه وقال له أسلم إلى آخر الحديث الحديث الثاني اللي روال بخاري تحت هذا العنوان حديث زيارة سيدنا النبي لعمه أبي طالب لما أعرض عليه الإسلام وقال له قول لا إله لله كلمة أحج لك بها يوم القيامة ده زاره وهو غير مسلم فلهذا قالوا يجوز زيارة المريض غير مسلم لكن بعض الشفعية وبعض الحنبلة قالوا يكره لأن رحيس بيقول حق المسلم على المسلم خمس أو ست كما اختلف روايات منها عيادة المريض وليس منها ده حق المسلم على المسلم وليس المسلم لغير المسلم أنا بقول للمستمع الكريم يعني أنت لا تصبح أسيرا لأقوال الفقهاء أيوة ولكن نفسهم في البحث عن الأحسن والأجمل في الفهم إلى الأفضل وخذ بأحسن ما تسمع لأنه نحن في حاجة إلى تحديث العقلية وتحسين الصورة التعبدية كل واحد فينا لازم يظهر صورته أجمل صورة وأجمل صورة صحيح وإوعى تسمح أبدا شوف أنت بتسمح على المستوى الخاص لا تسمح أن حد يجملك ونت ما تجملوش حد يزورك ونت ما تزولوش حد يكرمك ونت ما تكرموش لأنك ترفض أنك تكون أقل من غيرك التنافس في الدين أنك تبين أحسن ما عندك في هذا الدين في الخلق والعمل والسعي والتحضر والإنسانية شكر الله لكم جميعا استمتعنا بحلقة لطيفة قوية مثيرة مع أستاذنا الكبيرة الدكتور سعدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وأعتقد أننا كنا في حاجة إلى حالتها التوازن بين الخطاب الفقه التقليدي وبين واقعنا الذي يجب أن نعمل فيه العقل وأن لا نتقيد بأقوال الفقهاء الذين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فإن الله خلق لنا عقولا كما لهم عقول ونوازن بين المصالح والمفاسد على ضوء الحضارة الإنسانية وإنجازات الحضارة الإنسانية التي وصلنا إليها جميعا أحسن ما في عقلك وأحسن ما في قلبك وأحسن ما في دينك من خلق ومن عمل ومن إنتاج ومن حضارة دعونا نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض في حالة من حالات التعاون والتشارك والحب والموأمة وتركوا الخلافات الدينية والعرقية والمذهبية فإن الدين حالة خاصة بينك وبين الله لن تحاسب عليها إلا من قبل الله بين يديه يوم القيامة إنما سنحاسب جميعا على الوطن وهو أغلى ما نملك جميعا أيها الإخوة والأخوات شكر الله لكم وباسمكم نشكر أستاذنا الكبير الدكتور سعدين هلالي وأستاذ الفقر مقارن بجامعة الأزهر وفي برنامجكم المجلس نلتقي غدا بإذن الله مع صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح نصرنا الله جميعا ونصر أوطاننا ونصر الإنسانية جميعا لما فيه رخائبان الإنسان والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله